اشتركوا في القناة دوخة غثيان فقدان في الشهية كلها اعراض يعاني منها المريض من الفشل الكلوي وهي الاعراض اللي انا ذكرتها للطبيب بالبداية عشان يتأكد الطبيب انه فيني فشل الكلوي حولني للفحص السريري وبعدها كان فحص الدم ومن خلال الفحص السريري وفحص الدم وقتها الطبيب يقرر هل فيني فشل الكلوي او لا بعد ما طلعت النتائج قال الدكتور في راس انت مصاب بالفشل الكلوي تدري مصاب بالفشل الكلوي اشتعني يعني ثلاث ايام بالاسبوع لازم تروح فيها المستشفى عشان تسوي فيها غسيل الدم يعني كل مرة تروح فيها للمستشفى بالقليل لازم لك اربع ساعات تغسل فيها دمك يعني كل يوم تسوي فيه غسيل الدم يومك هذا ما تسوي فيه شيء الا انك ترجع البيت وترتاح وبس المريض بالفشل الكلوي بعد غسيل الدم يرخف بضغطه ينزل وزنه وينهد حيله انت اذا انت مصاب بالفشل الكلوي ببساطة تعني ان حياتك الاجتماعية قتلت وهذا بالضبط اللي صار مع خالق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعد هذا كله بعد اكثر من عشرين سنة علاج وبعد ما صارت حياتك كلها مختصرة في مشواره بين البيت والمستشفى توفي خالي وهو للأسف ما زال ينتظر دوره الا احتفال رب العظام السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة